دكتور حنة لنتحدث عن خطورة ما تم الإقراره من قبل قضاة محكمة بيت سالم حول هدم مساكن خان الأحمر وترحيل سكانه وأيضا سياسة ترحيل البدو عموما بمناطق النقب المحتل على تحقيق السياسة الإحلالية التي يسعى إليها المحتل تجاه الفلسطينيين واضح بأن إسرائيل كسياسة استراتيجية منذ قيامها 1948 مع العلم هذه السياسة سبقت ذلك بكثير أول مستوطنة كانت سنة 1878 بتاعتك فبوابة الأمل وبعدها كان الأول من صهيون وكانت المستوطنة أول واحدة في الكدس 1854 من تفيوري وهو رجل أعمال يهودي من بريطانيا أتى وبالتالي هذا الاستيطان يعني له تاريخ لكن بدأ الاستيطان أكثر فأكثر منذ عام 1967 حاليا يوجد في الضفة الغربية 474 مستوطنة في الكدس 29 مستوطنة عدد المبنى عليه الأراضي 198 كم مربع اللي مبنى عليه بخط طوله 540 كم مربع الفراغ حول المستوطنة مستولى عليه 343 كم مربع هذا بشكل إجمالي أما إذا أخذنا مستوطنة يعني مناطق سي اللي إسرائيل تستولى على 60% من مساحة الضفة الغربية البالغة 5844 كم مربع إسرائيل حتى هذه اللحظة مستولى على 282 174 دنم مقابل 18 243 دنم للفلسطينيين في هذه المنطقة لليهود 135 مستوطنة و100 بقرة استيطانية إلنا 532 تجمع سكاني عدد المستوطنين في مناطق سي 400 ألف الفلسطينيين 450 ألف بمعنى آخر إسرائيل تستولى على 8.5% من هذه المساحة مقابل أقل من 1% للفلسطينيين هذا هو الوضع القائم حاليا في مناطق سي إسرائيل الآن تريد إخلاء كل المناطق المحاذية لمدينة الكدس لأنها تفكر بإقامة الكدس الكبرى على مساحة 600 كم مربع علما مساحة الكدس الحالية 125.156 كم مربع تعداد سكان الكدس حاليا 882 ألف يشكل الفلسطينيين تكريبا 300 ألف والباقي من اليهود علما عدد سكان إسرائيل حاليا 6 مليون يهودي بقصدونا 6 مليون و589 ألف يهودي مقابل 1.849 ألف عربي درزي تركمناني إلى آخره وأربعمية وأربعة ألف من جنسيات أخرى بمعنى آخر العدد الإجمالي 8 مليون وستمية وثمانمية واثنين واربعين ألف بتعداد 15 أربعة ألفين وثمانتاش لهذا السبب أنا أقول بأن الاستيطان أنا فاهم سؤالي حتى المستمع أن يفهم ماذا يوجد لدينا يعني نحن الآن بحاجة لمعلومات وليس بحاجة فقط الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وين بدنا الروح في كلمة غير قانوني وغير شرعي حتى العالم أو المستمع لنا يفهم ما هو الوضع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر